موسيقى لكن احنا يعني كل لحظة وليها ايه وليها متطلباتها ومجرد ما يعني يعني بنجد ان الشعب السوري بتزداد محنته شيئا فشيئا فلابد ان احنا نلبي ونرفع من روحهم المعنوية ونوصل لهم رسالة لقولهم ان احنا معاكم وان احنا كمان بنطالب مش بس معاكم بقلبنا لا احنا بنطالب من السلطات المصرية بترد السفير السوري من القيارة وبنطالب بوغف اي علاقات مع القيادة السورية الغشمة اللي بتقتل شعبها زي ما كان بالضبط حسني مبارك وحبيبي العدل بيعملوا فينا في بداية ثورتنا هل في اعداد بقى مع القوة السياسية في مصر لعمل موقف على قصره يتم اقالة اقالة او طردت السفير السوري فهل ممكن شباب الثورة مع القوة السياسية في مصر نفعل مستمافعة الكويت احنا كشباب الثورة مش في قدنا القرار احنا في قدنا نقول لهم ونبلغ القيادات ونبلغ السلطات المصرية بطلباتنا وبنقول لهم وبندغط عليها احنا احتمال يكون بيننا وبين الدكتور عصام شرف لقاء بعد قليل نقدر نقول له من خلاله ان احنا بنطالب بالضغط على سوريا لوقف هذه المسابع وبنطالب ان انت كمان تبحث عن قليات للضغط على القيادة السورية لكن احنا مفيش في ادينا القرار احنا لو في ادينا القرار كنا قدرنا بسهولة جدا من غير كتير انا لا اطلب من هذا القرار انا اطلب من حضرتك الدعم للشعب السوري بصفة حضرتك من الشباب السورة وجودنا هنا عبارة عن عبارة عن دعم للشعب السوري وجودنا هنا بنوصل من خلال ورسالة قوية للسلطات السورية ولكل الشعوب العربية ان صورة مصر بتتعاون بكل جهودها وبكل حماسها مع السورة السورية فده وجودنا هنا ده اكبر تعبير ده غير ان احنا بنصدر بيانات وبنصدر يعني وبنجري حديث اظن الاعلام نفسه المزيف اللي هو بيضلل الرأي العام في سوريا او بيقف مع بشار الجزار اللي احنا بنعتبره سفاح دلوقتي فانا بقول لك ان احنا وجودنا هنا ومن خلال كل القنوات الاعلامية ومن خلالك وانت بتسجل معانا دلوقتي بنقول رسالة قوية ان احنا مع الشعب السوري قلبا وقالبا مع السورة السورية لحد ما تاخد حقها اما بالنسبة لمصر احنا يعني بنحاول برضو بقدر الامكان ان احنا نضغط على السلطات لان زي ما بقول لك احنا مش السورة المصرية هي السورة الوحيدة او مش بس السورة العيدة يعني السورة التي لم تحكم حتى الان اللي بيحكمنا هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ببعد ما احنا ادينا له الشرعية لما اناله في الاول الجيش والشعب ايد واحدة وهو خد هزي الشرعية من هنا وماشي في خط هو محدده اعتقد ان احنا مختلفين معاه بعض الحاجات ومتفقين مع بعض الاشياء لكن ان شاء الله القادم ربما يكون افضل ان شاء الله شكرا سيد العام شكرا سيد العام شكرا سيد العام شكرا شكرا شكرا